خسفت ثم عرجت ثم خسفت ولأربع مرات منذ عام 2016 الأرض العجيبة أو المعضلة أو الحفرة التي فشلت أمانة بغداد في معالجتها منذ أول مرة خسفت فيها هذه الأرض هاي حفرة الحفرة وين؟ بشارع المخازن بالدولة هاي ورمت قلوب العالم احنا أول شي عبانا رح يسويها نفق بعدين قالوا رح يسويها جسر بس هاي حفرة ماكو شي بس باع لها شوفها شون حفرة هاي حفرة ليش كبرها؟ بكور بحيرة البجع أنا سامحها معزوفة بس ما أشوفها بعيني ما أدري والله هاي معقولة ما هاي الخسفة هاي قاعي يعني صالنا هاي أربع سنوات نحن على الحطة هاي قطعة رزقنا مقارنة بباقي الشوارع التي تعاني الإهمال وعدم الاهتمام من قبل أمانة العاصمة ودائرة بلدية الشعلة فيها فشارع الدولعي يعتبر من أهم الشوارع في منطقة الحرية في جانب الكرخ من بغداد فهو الرابط بين الكاظمية ومناطق ذات طابع شعبي كبير لتكون هذه الحفرة عائقا في أصول المواطنين من وإلى منازلهم ومراكز عملهم بالنسبة للموضوع هاي الحفرة اللي هنا يعني هاي صار رابع مرة خامس مرة تقريبا تخصف هذا الشارع يسوي عمار وصيانه ومدرشينه وهم يخصف مرة ثانية وهذا صار خمس تشهر معاناة العالم من هذا الطريق يعني صار فرة هنا بالأفرح وبالحفر هاي وبالنقر الشارع هي تعبانة نفتر فرة كاملة عود نوصل للساحة عدن فهاي مو ما عرفها الوضعية هاي ما شون يعني يوم وباسر عقبة وتأجيرها صار خمس تشهر على الوضعية هاي والعالم يتعاني من عدها يعني صعوبة هاي منطقة الثالثة والدولعي والجواجين والخطيم وكلها عليها أربعة أشهر لم تكن كافية لطمر أرض خسفت في بغداد بينما الصين أنشأت مستشفى كاملة في غضون عشرة أيام ليتضح أسلوب العمل المتلك للكادر الهندسي المشرفي عليها أربعة أشهر استمرت وما زالت الحفرة ذاتها في منطقة الحرية في بغداد للمرة الرابعة تخسف على التوالي في تعقب السنوات منذ عام 2016 لتواجه أصابع الاتهام إلى مهندس لم يخلص في عمله منذ ذلك الوقت من بغداد محمد فراس قناة التغيير